موسيقى خبرتني انه انتحار عقاب نار جهنم مزبوط هل حكي؟ نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترد من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يترد فيه خالدا مخلدا فيها أبدا إذن بهذه الحالة كان ممكن الرسول يروح على جهنم مزبوط؟ استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لعن الله الزنادق والكذب الكافرين شو هاد دكتور؟ شو صار لك يا إسلام حكينا شي غلط؟ يا دكتور هاد رسول الله واحتمال انتحاره مستبعد تماما ليش مستبعد؟ مش في حديث بيحكي انه طلع على راس جبل حتى يرمي حاله ايه ايه عن عائشة رضي الله عنها قالت وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد انك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدل مثل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك ايه واضحة الزلمي كان بده يرمي حاله اكتر من مرة ولولا جبريل لكان صف الرسول بجهنم ومعه كل امة لاسلام استغفر الله العظيم ما في شي في الحديث بيدل على الانتحار دكتور ايوه معناتها كان عم يتسلق الجبال أمي مارس رياضة التزلوش مو هيك يحرى حريشك يا دكتور لا ما قلنا هيك ولكن مجرد فكر راوده بس ما نفذه يا أخي مو انت قلتلي انه المسلم اذا تمنى الجهاد والاستشهاد بيحسب له ياها الله شهادة حتى لو مات موتة ربه اي اي بس شو جاب هاي لهاي دكتور معناتها من تمنى الشيء كأنه فعله ومشان هيك المفروض الله يحط الرسول بنار جهنم اي والله المنطق تبعك بيدوخ المخ دكتور هاي علامة جيدة معناتها مخك صار يشتغل لا دكتور انا باعتقد ان الحديث ضعيف ولا يؤخذ به ايه بس الحديث عن عائشة رضي الله عنها ذكره البخاري رحمه الله ومع ذلك ضعيف اي نعم هذه الزيادة ليست من كلام عائشة رضي الله عنها بلا هي من كلام الزهري وهو من التابعين لم يدرك تبك الحادثة ولم يذكر هو ان احد من الصحابة حدثوا بها وبلغات الزهري وغيره لا تقبل لانها مقطوعة الاسناد من اوله فهي كان معلقات تعريفا وحكما ومجرد وجود مثل هذه البلغات او المعلقات في كتاب الامام البخاري لا يعني انها صحيحة حاج يا اخي حاج دوختنا